عنوان جديد في هذه الحلقة وهذا هو الجزء الأول أوراق من ملف الجندر الكبير الجندر له ملف كبير فهناك الجانب التأريخي وهناك الجانب السياسي وهناك الجانب الديني وهناك الجانب الثقافي وهناك 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 علم الجندر الذي هو أحد فروع علم الاجتماع فلسفة الجندر علاقة الجندر بالقوانين الوضعية المعاصرة رابطة الجندر بالشرعة الدولية الواقع الذي يتحرك في العالم كله ومن حولنا ملف الجندر كبير وكبير جدا في هذه الحلقة والتي بعدها سأعرض بعضا من أوراق هذا الملف الكبير الوراقة الأولى أقرأ عليكم مما جاء في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته تلك هي حكاية إبليس التي حدثنا القرآن عنها اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض هذا هو واقع البشرية في كل صقع من أسقاع هذه الدنيا وقد عشش عشش إبليس وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك ولذا لا يوجد دين صالح على الأرض إبليس أفسد الأديان جميعا عبر رجال الدين والذين يقال لهم علماء دين في كل الأديان لا هم بعلماء يملكون علما ولا هم بمتدينين يملكون دينا علماء الدين لا علم عندهم ولا دين عندهم في كل الأديان وفي كل المذاهب هذه الحقيقة التي بإمكان الإنسان أن يتلمسها على أرض الواقع فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته ها هو الجنذر بيننا مصداق واضح من المصاديق التي تتحدث كلمات الدعاء عنها فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم وابسط عدلك إنما يتحقق هذا بظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم وابسط عدلك وأظهر دينك وقو أولياءك وأوهن أعداءك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين هذه الجمل الوجيزة من هذا الدعاء الشريف ترسم لنا خارطة كاملة عن الذي يدور على خشبة المسرح وعن الذي يدور في الكواليس فإن إبليس لا يظهر على خشبة المسرح وإنما يظهر أعوانه من الإنس يظهر أعوانه من رجال الدين ومن حكام السياسة هؤلاء هم أعوان إبليس في المرتبة الأولى هو يكون متربعا على عرشه في الكواليس في كواليس المسرح فهذا الدعاء يحدثنا عن الذي يجري على خشبة المسرح وعن الذي يجري في الكواليس الدعاء بحاجة إلى شرح وبيان لكنني لم أرده في هذه الحلقة لأجل أن أشرحه هذه ورقة من الأوراق التي أعرضها بالإجمال في هذه الحلقة وحلقة يوم غد من أوراق ملف الجندر الكبير الجندر بكل تفاصيله أجزاء من تلك التفاصيل تظهر على خشبة المسرح وأجزاء من تلك التفاصيل تبقى حبيسة في الكواليس واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة هذه العناوين تتحدث عن الأصناف الجندرية القرآن واضح هناك ذكر وأنثى ولا يوجد شيء ثالث إن وجد فإنه من مصاديق هذه العناوين واجعل لعائنك المستودعة في مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح هذه ورقتنا الأولى وعليكم وعليكم أن تتذكروا من أن الزيارات الشريفة والأدعية والمناجيات من أهم مصادر معرفتنا ومساء ولذها فإنه دعاء الزيارة الذي قرأت ما قرأت منه يتناول الواقع الذي نحن فيه الآن على مستوى العالم وعلى مستوى واقع أمتنا نذهب إلى فاصل الورقة الثانية الورقة الثانية إنه الدجال الدجال في ثقافة العترة الطاهرة الدجال ثلاثة عندنا ثلاثة دجالين الدجال الذي يكثر الحديث عن خصوصا في كتب مخالفي أهل البيت الكتب الحديثية السنية ينتشر فيها بنحو واضح وواسع الحديث عن الدجال عن الأعور الدجال الدجال هذا هو الدجال اليهودي المسيحي وبحسب ما عندنا من الأحاديث فإن ظهوره سيكون في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا لا يعني أنه لم يكن موجودا قبل ذلك سيكون موجودا لكنه سيفعل برنامجه في أعلى الدرجات وفي أشد القوة زمان ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه وحينئذ نحن لا نخشاه إذا كان الإمام موجودا فماذا يريد أن يصنع نحن لا نخشاه الخشية من الدجال الثاني الخشية من الدجال الثاني الدجال الثاني السخيفة بني ساعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخبر الصحابة والأحاديث موجودة في كتب السنة من أنه يتخوف على الأمة من فتنة الذين يقال لهم الصحابة ومن أن فتنة بعضهم ستكون أشد من فتنة من فتنة الدجال الأعوار هذا هو الدجال الثاني وهو أخطر بكثير من الدجال الأعوار النبي قالها لهم صراحة من أن فتنة بعضكم وهو يتحدث عن الصحابة الذين رجعوا القهقر على أدبارهم أحاديث البخاري ومسلم هي التي تخبرنا عن أن أكثر الصحابة رجعوا القهقر على أدبارهم ومن أن مصيرهم إلى النار الفتنة الخطيرة هي فتنة الدجال الثاني إنه دجال السقيف فتنته أخطر بكثير من فتنة الدجال الأعوار الذي هو الدجال اليهودي المسيحي الدجال الثالث هو الأخطر والأخطر والأخطر هو أخطر من الدجال اليهودي المسيحي وأخطر من الدجال السقيفي إنه الدجال الشيعي الدجال الشيعي الروايات حدثتنا عن أن الدجال الأخطر هو الدجال الشيعي والمراد من الدجال الشيعي إنه دجال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية إنه دجال المذهب الطوسي مثلما السقيفة بني ساعدة أنتجت لنا الدجالين دجالا بعد دجال كذلك السقيفة بني طوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة أنتجت لنا الدجالين دجالا بعد دجال من هنا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب في الكوفة والخطاب موجه للذين للذين كانوا في زمانه وللأجيال القادمة يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين الدجال هو الذي يموه وهو الذي يضحك يضحك على عقول الآخرين يموه على الآخرين الدجال في لغة العرب هو الذي يقوم بتغطية جسم البعير الأجرب بمادة القير يعبده كما يقولون هذا هو الدجال حين يقول طرفة ابن العبد من أصحاب المعلقات في العصر الجاهلي وأفردت إفراد البعير المعبدي البعير المعبد هو البعير الأجرب الذي يعبد بالقير باللون الأسوات يقال له بعير معبد ويبعدونه عن الجمال الصحيحة فهو يقول من أن قومه من أن الناس قد أنكروه وطردوه ونبذوه وأفردوه إفراد البعير المعبد الذي 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 يقوم بتعبيد البعير العرب يقولون عنه دجال الدجال هو الذي يعبد البعير الأجرب فهو يغطي الجرب ويغطي لون الجلد الأجرب بلون آخر عملية تغطية عملية تمويه وهم يعدون ذلك علاجا للبعير الأجرب الدجال هو الذي يقوم بعملية تذهيب كاذب للحديد للنحاس لسائر المعادن والفلزات إنه يقوم بصبغها بلون ذهبي فكأنه يريد أن يقول من أن هذا ذهب يقال له الدجال الذي يدجل الحديد بلون الذهب هذا هو الدجال الذي يظهر شيئا يخالف حقيقة ذلك الشيء وهذا بالضبط ما يفعله رجال الدين على مستويين على المستوى الشخص يظهرون من أنفسهم شيئا يخالف حقيقتهم فهم مع الناس شيء وبعيدا عن الناس شيء آخر هذا على المستوى الشخصي أما على المستوى الديني العقائدي المعرفي يعلمون الناس ضلالا ويضحكون عليهم يقولون لهم هذا هو الدين بالضبط ما يفعله مراجع النجف وكربل يقدمون لأتباعهم دينا ناصبيا شافعيا معتزليا ويقولون لهم هذا هو دين العترة هؤلاء هم الدجالون بتمام معنى هذه الكلمة أمير المؤمنين في الكوفة في عاصمة الدجل في الكوفة يحذر الناس يحذر العراقيين يحذر المسلمين يحذر الشيعة إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين دجالين الكلام الكلام يطول عن الدجال بكل أنواعه في السياق سأقرأ عليكم ما جاء بخصوص الدجال في خطبة البيان إنها الخطبة المعروفة من خطب أمير المؤمنين خطبة مفصلة لكنها تعرضت لتحريف كثير وتصحيف كثير أقرأ عليكم أقرأ عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث علي اليزدي الحائري وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة في خطبة أمير المؤمنين وهو يتحدث عن الدجال أذهب إلى موطن الحاجة من كلام أمير المؤمنين فتتبعه يومئذ الحديث هنا عن الدجال الأعوار عن الدجال اليهودي المسيحي وكما قلت لكم هو موجود قبل ظهور إمام زماننا لكنه سيظهر تمام قوته سيفعل كل برامجه زمن الظهور الشريف فتتبعه تتبع الدجال الأعوار إنه الدجال اليهودي المسيحي فتتبعه يومئذ أولاد الزنا وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى انتبه لدقة التعابير فتتبعه يومئذ أولاد الزنا أولاد الزنا المراد المراد من أولاد الزنا هنا من هذه الأمة من هذه الأمة وماذا بعد وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى إنه يشير إلى أجيال من الشباب إلى أجيال من المراهقين لو كان يتحدث عن الكبار لم احتاج أن يقول من أولاد اليهود والنصارى لقال يتبعونه اليهود والنصارى لكن الإمام تحدث عن مجموعة بعينها قال وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى إلى آخر ما جاء بخصوص الدجال الأعوار الدجال اليهودي المسيحي فتتبعه يومئذ أولاد الزنا أولاد الزنا من هذه الأمة من هذه الأمة فهناك الزنا الذي نعرفه وهناك الزنا الصناعي الذي يعبر عنه بالتلقيح الصناعي فأولاد الزنا أولاد الزنا الذي نعرفه وأولاد التلقيح الصناعي فتتبعه فتتبع الدجال يومئذ أولاد الزنا وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى وتجتمع معه ألوف كثير لا يحصي عددهم إلا الله تعالى برنامجه ينفذ عبرها أولى وكما قلت لكم قبل قليل فإن الدجال موجود قبل الظهور الشريف لكنه سيظهر قوته في أشد ما يمكن أن تكون زمن الظهور الشريف قطعا أتباعه هؤلاء سيكونون على علاقة به قبل الظهور وإلا فإننا لا نستطيع أن نتصور الموضوع بنحو منطقي بحسب الأسباب لأن الأمور تجري بأسبابها أن هؤلاء لم يكونوا على علاقة به قبل الظهور وبعد الظهور بنحو مباشر التحقوا به هذه قضية لها تفصيلها في الروايات والأحاديث البرنامج ليس منعقدا للحديث عن الدجال وشؤونه هذه ورقة موجودة أيضا في الملف الكبير في ملف الجندر الكبير هذا ملف كبير هذه ورقة من الأوراق نذهب إلى فاصل الورقة الثالثة الورقة الثالثة عنوانها بن العباس وبن العباس لهم دولة في سالف الزمن إنها الدولة العباسية التي نعرفها في التأريخ ولهم دولة مثلما حدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم في آخر الزمن المراد من آخر الزمن إنه آخر مقطع زماني في الفترة التي تعنون بعنوان الغيبة الطويلة هذا التقسيم عندنا بخصوص آخر الزمان وبخصوص وقت الخلاص كل هذا يرتبط بولادة إمام زماننا وغيبته الأولى وغيبته الثانية وظهوره الشريف هذه مصطلحاتنا هذا مصداق من مصاديق معاريض الكلام حينما نتحدث عن آخر الزمان لا يعني أن الزمن سينتهي إن الزمن بحسب ثقافة العترة أتحدث عن الزمن الحقيقي لم يبدأ لحد الآن الزمن الحقيقي زمن السعادة وزمن الحياة الحقيقية إنما يبدأ مع ظهور إمام زماننا لكننا حين نتحدث عن آخر الزمان فإننا نتحدث عن الوقت المهدوي ابتداء من ولادة إمام زماننا مرورا بالغيبة الأولى وبعد ذلك يكون الحديث عن الغيبة الثانية التي ستمتد وتطول إلى أن نصل إلى الفترة الأخيرة منها حيث إرهاصات وقت وقت الظهور حيث العلامات الحتمية إلى لحظة الظهور الشريف فهناك دولتان عباسيتان دولة في سالف الزمان مرت وطويت أوراقها ودولة في آخر الزمن الدولة التي تكون في آخر الزمن تكون نشأتها قريبة وقريبة إلى حد كبير من فترة الإرهاصات ومن فترة العلامات الحتمية قد تطول عقودا وربما تطول أكثر من ذلك لكنها لن تكون قرونا كحال الدولة العباسية الأولى الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين رواية طويلة الحديث السابع هذه الرواية التي ينقلها الكلين بسنده عن حمران عن حمران إنه حمران ابن أعين هذا أخ لزرارة لزرارة الفقيه الكبير من أصحاب إمامنا الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما حمران حمران ينقل لنا عن إمامنا الصادق حديثا طويلا الإمام الصادق يخبره عما يجري في قادم الأيام ويخبره عن حال العباسيين عن العباسيين في عصرهم الأول وعن العباسيين في عصرهم الثاني أقتطف بعضا من هذه الجمل والعبائر هذه ورقة من أوراق ملف الجندر الكبير إمامنا الصادق يقول في الصفحة السادسة والثلاثين الرواية طويلة ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذه القضية أقصد ما يرتبط باللواط والسحاق هذا الأمر موجود منذ زمان قوم لوط وحيثما كان اللواط كان السحاق ما هو الغريب إذن الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق الإمام يتحدث عن أمور يستطيع الإنسان أن يتميزها اللواط موجود في زمن إمامنا الصادق وقبل زمانه وسيكون موجودا بعد زمان زمان إمامنا الصادق اللواط موجود وحينما يوجد اللواط يوجد سحاق إذن ما هو الشيء الجديد ما هو الشيء الذي يلفت النظر ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فإن الأمر يكون علنيا وواضحا وحتى هذا التعبير واكتفى الرجال بالرجال عملية الاكتفاء تعني أن الأمر يكون علنيا وواضحا ومقبولا ومقبولا ولذا فإن الرجال يكتفون بالرجال علنيا لأن الأمر صار مقبولا والأمر هو هو بالنسبة للنساء وهذا هو الذي يجري في واقع اليوم وهو في طريقه إلى التوسع والانتشار وشيئا فشيئا سيكون منتشرا في كل مكان ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء الكلين توفي سنة 328 للهجرة ونحن الآن في سنة 1445 للهجرة والكلين ألف كتابه قطعا قبل وفاته وهو وهو ينقل هذه الأحاديث عن أصحاب الأئمة أين أين زماننا اليوم من زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قرون وقرون وقرون بل أين زماننا من زمان الكليني قرون وقرون وقرون لكن الكلمات تتحدث عن حقيقة نراها بأم أعيننا ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء الإمام لا يتحدث عن اللواط والسحاق فهذا الأمر كان موجودا في زمانه إنما يتحدث عن ظاهرة واضحة مثل ما يقول ورأيت الفسق قد ظهر صار ظاهرا علنيا معترفا به واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء إلى أن يقول صلوات الله عليه ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة بالضبط مثل ما هناك نساء ليل يؤجر هناك كذلك غلمان ليل شباب ليل يؤجرون ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة ما تقدمه المرأة يقدمه الغلام ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء هذا لم يكن موجودا في الزمن العباسي الأول أن تتزوج امرأة من امرأة في الزمن العباسي الأول كان السحاق موجودا لكن زواج امرأة من امرأة لم يكن موجودا إنه يتحدث عن زماننا ورأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة ورأيت النساء يتزوجن النساء ورأيت الثناء قد كثر ورأيت الثناء قد كثر الثناء هو المديح ما الذي يريد أن يقوله إمامنا الصادق من أن الثناء قد كثر إنه يتحدث عن ثناء لم يكن موجودا ولا معنى له وهذا هو الثناء الذي يكثر الآن إنه ثناء الجندر صار الجندر عنوانا للإنسانية صار الجندر عنوانا لحقوق الإنسان صار الجندر عنوانا للتنمية وللرخاء ولتطور الأمم والمجتمعات هكذا يتحدثون عنه لقد كثر الثناء جاءت هذه الجملة متصلة بالحديث عن زواج النساء من النساء وهذا الأمر لم يكن موجودا زمان الصادق صلوات الله عليه وإنما كان السحاق موجودا أما أن يكون زواج علني متحقق على أرض الواقع لم يكن هذا الأمر بمعروف في ذلك الزمان ورأيت النساء يتزوجن النساء ورأيت الثناء قد كثر ويستمر إمامنا الصادق يتحدث عن هذا الواقع فهو يشير تارة إلى الواقع العباسي الأول ويشير تارة أخرى إلى الواقع العباسي الثاني لماذا؟ لأن الإمام يريد أن ينبهنا من أن الدين الذي سيكون في الزمن العباسي الثاني سيكون مرتبطا بالدين العباسي في الزمن الأول يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء يتسمنون للرجال والنساء للنساء إنها العمليات التي تجري في الأجساد صار الرجال يأخذون الهرمونات لأجل أن تكبر أذداؤهم أو أنهم يقومون بالعمليات الجراحية وصاروا يكبرون مؤخراتهم والنساء تفعل ذلك أيضا صار هذا الأمر شائعا معروفا ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهر الخطاب وامتشط كما تمتشط المرأة لزوجها وأعطوا الرجال الأموال على فروجه وتنفس في الرجل وتغاير عليه الرجال هذا كله يحدث أمام أعيننا هذه التفاصيل كانت تقع في الزمن العباسي لكن لا بهذا النحو بهذا النحو وبهذا التدقيق فإنها تقع على أرض الواقع في أيامنا هذه ويستمر كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه بخصوص الشذوذ الجنسي وفي سائر الموضوعات الأخرى منها ما هو سياسي منها ما هو اجتماعي منها ما هو ديني إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه ورأيت الناس قد استووا متساوون في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفى في أيامنا هذه انتفى بالكامل الشرعة الدولية تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين كذلك يفعلون ورجال السياسة على نفس هذا المنهج ثم السؤال هنا أي معروف هذا الذي يجب أن نأمر به وأي منكر هذا الذي يجب علينا أن ننهى عنه المعروف في أوضح صوره ولاية علي وآل علي والمنكر في أوضح صوره عداء علي وآل علي المؤسسة الدينية لا تفقه هذا الفقه ولا تعرف هذا الدين إنها تتحدث عن المعروف بحسب ما تقول سقيفة بني ساعد وتتحدث عن المنكر كذلك بحسب ما تقول سقيفة بني ساعد المعروف في دين العترة الطاهرة ولاية إمام زماننا والمنكر عداوته الغدر به هذا هو المعروف المعروف الوفاء ببيعة الغدير والمنكر الغدر ببيعة الغدير وهذا ما فعلته السقيفة بني ساعد بحسبها وما فعلته أيضا السقيفة بني طوسي بحسبها فأي معروف سيأمرون به وأي منكر سينهون عنه وهم غاطسون في المنكر إلى أمهات رؤوسهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء ورأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التدين به ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة ورياح أهل الحق لا تحرك لأنها ساكنة تعبير تعبير دقيق جدا ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة إنه الإعلام 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 عبر هذه الموجات ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق ورياح أهل الحق لا تحرك إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم هل هناك في الدنيا شيء غير هذا أتحدث عن واقعنا الخاص بنا وعن الواقع العام لكل أبناء البشر ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا المهم عندهم أن يأكلوا وأن ينكحوا هذا المهم ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا ورأيت الدنيا مقبلة عليهم الدنيا تقبل على هؤلاء ورأيت الدنيا مقبلة عليهم ورأيت أعلام الحق قد قد درست ضاعت أعلام الحق ما ضاعت من عند نفسها لكنهم ضيعوها 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 مراجع الدين ضيعوا أنفسهم وضيعوا أعلام الحق وضيعونا معهم منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين ورأيت أعلام الحق قد درست لم يبق لها أثار تلاشت ورأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر كن حذرا على دينك متى إذا رأيت أعلام الحق قد درست لأن الناس أعرضوا عنها ولأن الناس حاربوها ورأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة واعلم أن الناس في صخط الله عز وجل أبني إن من الرجال بهيمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل رزية في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر إنها وصية نبينا صلى الله عليه وآله لأبي ذار لأبي ذار الغفاري يا أبا ذار يا أبا ذار يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان إنك لن تصيبها يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذا هو الواقع الذي يجري علينا وهذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تبين لنا هذه الحقيقة واعلم أن الناس في صخط الله عز وجل وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه هذا هو العلاج الناجع انتبهوا إلى هذه الكلمات واعلم أن الناس في صخط الله عز وجل وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله وإن أخرت أخرت النقمة ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز وجل واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن رحمة الله قريب من المحسنين الحكمة هنا فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه هذا هو الذي يريده الله مننا في زمن الشذوذ الجنسي العباسي في زمن اللواط العباسي في زمن القذارة العباسية ونقرأ في وسائل الشيعة وهذا هو الجزء السابع عشر طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الثمانين بعد المئة إنه الحديث التاسع بسنده بسنده بسند الحر العاملي صاحب الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من سود اسمه سود اسمه أي كتب اسمه وسجل من سود اسمه في ديوان ولد سابع سابع مقلوب كلمة ولفظة عباس اقلبوها اقلبوا كلمة عباس سابع مثلما يقول أئمتنا وهم يتحدثون عن العباسيين من أنهم بنوا فلان من أنهم بنوا مرداس من أنهم بنوا الشيصبان كذلك يقولون عنهم من أنهم بنوا سابع من أنهم ولدوا سابع من سود اسمه في ديوان ولد سابع صار قريبا منهم حشره الله يوم القيامة خنزيرا لماذا لماذا يحشر بهذه الصورة الخنزيرا الخنزير رمز للشهوة ورمز للقذارة ورمز للنجاسة هذه الشهوة القذرة النجسة إنه الشذوذ الجنسي العباسي ولذا فإن المذاهب العباسية الشذوذ الجنسي من أوضح معالمها ومن هنا فإن المذهب الطوسي اللعين الذي هو مذهب عباسي من أوضح معالمه الشذوذ الجنسي بكل مراتبه وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في مجموعة حلقات من برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمر من الحلقة 386 إلى الحلقة 399 إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل فعودوا إلى هذه الحلقات 386 إلى 399 حيث الحديث عن الشذوذ الجنسي الذي هو من أوضح ملامح المذهب الطوسي اللعين إنه مذهب مراجع النجف وكربلع والذي تأسس سنة 448 للهجرة أسسه الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة عودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على الحقائق والوثائق والأدلة والشواهد سنعيد بث هذه الحلقات بعد شهر صفر سنعيد بث مجموعة حلقات صولة القمر بعد شهر صفر إن شاء الله تعالى وهذه الحلقات التي أشرت إليها موجودة من ضمنها من حلقة 386 إلى حلقة 399 من سود اسمه في ديوان ولد سابع ولد العباس حشره الله يوم القيامة خنزيرة تلاحظون أن إبليس يشتغل على هذا الموضوع منذ زمن قوم لوط وليس اليوم هذا البرنامج برنامج يعمل عليه إبليس منذ زمان قوم لوط ورسخه في الزمن العباسي الأول ورسخه في المذاهب العباسية التي تتبنى الدين العباسي القذر والذي أنتج لنا مذاهب قذران مذاهب وسخة من سود اسمه فيها يحشر يوم القيامة خنزيرا الحكاية واضحة واضحة نذهب إلى فاصل الورقة الرابعة الورقة الأولى قرأت ما قرأت عليكم من دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه الدعاء الذي كان يتحدث عن المشروع الإبليسي على خشبة المسرح وفي الكواليس الورقة الثانية كانت عن الدجال وأتباعه الورقة الثالثة كانت عن العباسيين في عصرهم الأول وفي عصرهم الثاني الورقة الرابعة المذهب الطوسي قذارة المذهب الطوسي هذه الورقة الرابعة ذكرت قبل قليل من أنني تحدثت عن ملمح واضح في هذا المذهب القذر الشذوذ الجنسي بكل مراتبه في جميع جهات المذهب الطوسي القذر بنحو موجز أشير إلى بعض جهات هذا الشذوذ الأسفار الأربعة هذا الكتاب الأول في الحوزة الطوسية في المذهب الطوسي القذر الكتاب الأول في الفلسفة في الحكمة الإلهية كما يقولون في العرفان ومر الكلام عن هذا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى الحلقات التي ذكرتها إنما هي إشارة سريعة هذا هو الجزء السابع من الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين الشيرازي المتوفى سنة ألف وخمسين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذا هو الجزء السابع الموضوع يبدأ من الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة ويستمر إنني سأقرأ سطورا قليلة مما جاء مذكورا في هذا الكتاب في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئة ولأجل ذلك هذا العشق النفساني إنه يتحدث عن عشق الغلمان العارف العظيم صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي يوصينا إذا أردنا أن نحب الله أن نحب في بادئ الأمر في طريق السلوك إلى الله أن نحب غلاما جميلا أمرت ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله يتغنج بأبي وأمي هذا الغلام هذا الغلام الأمرد الجميل مورد الخدين يتغنج دلالا بأبي وأمي وغنجه ودلاله معدود حينما أعشقه فإن هذا العشق معدود من جملة الفضائل وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة لا أدري هذه الأمور الشريفة هل هي من فوق أو من تحت ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه يتغنج حينما يتكلم يميس بأعطافه دلالا وغنجه ودلاله معدود من جملة الفضائل وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة ولأجل ذلك أمر المشايخ مشايخ الصوفية مشايخ العرفان مشايخ الطريقة إلى الله ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق حتى يصلوا إلى الله ماذا تقولون أنتم ما هذه المهزلة في صفحة الخامسة والسبعين بعد المئة بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية ما هي هذه شهوات حيوانية يا أيها الحيوان بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية إلى أن يقول وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فإنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة هل هي من فوق هل هي من تحت هذا أمر بحاجة إلى بحث وتحقيق وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة من أمثالي لكنني أسأل سؤالا بريئا هذه الأمور الخفية والأسرار اللطيفة هل هي من فوق أم هي من تحت أتمنى أن يجيبني أحد على هذا السؤال هذا صدر المتأليين وهذه الحكمة المتعالية وهذا هو الطريق إلى الله هذا هو العرفان الحقيقي هذا أشرف كتاب في الإلهيات في المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية يتباهون بتدريسه ويتباهون بأنهم درسوه عند العارف الفلاني لا أدري هل قاموا بهذا العمل الضروري لكي يصلوا إلى الله أم أنهم لم يقوموا بهذا الأمر الضروري مرجعنا الكبير مرجع الجهات محمد سعيد الحبوبي هذا ديوانه الطبعة الخامسة 2005 ميلادي دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان صفحة 339 قصيدة من قصائده ومثيلاتها كثيرة في هذا الديوان هذا ديوان الغزل بالذكور عبث الدلال فهز مائس عطفه عطف البدن جانبه عبث الدلال إنه يتحرك دلالا إنه يتثنى بين يدي عاشقه عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصب فارتج مائج رتفه لأن أردافه مؤخرته كبيرة تعجب العاشق يهيم بها عشقا فارتج مائج رتفه حينما يميل دلالا فإن أردافه فإن أوراكه ترتج ارتجاجا عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصب فارتج مائج رتفه إلى أن يقول صفحة ثلاثمية وأربعين قسما بلفتة جيده الجيد العنق قسما بلفتة جيده وهو يتغنج يميش يمينا ويسارا قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه أوراكه كأنها ربوة قسما بتلك الربوة المقدسة بتلك الربوة المباركة إنها مؤخرة الغلام الذي يعشقه الشاعر هذا هو أدب حوزة النجف وهذا هو أدب مراجع النجف أنا لا أتحدث عن شاعر مجهول لا أتحدث عن شاب نزق إنني أتحدث عن المرجع الكبير عن علم الجهاد والإجتهاد عن آية الله العظمى السيد محمد السعيد الحبوب قدس سره الشريف هذا هو ديوانه وديوانه مليء بمثل هذا الكلام قسما بلفتة جيده بلفتة جيد هذا الغلام الذي يميس دلالا وغنجا قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه هذه الربوة المقدسة المباركة المعظمة المجللة إنها أوراكه أوراكه الكريمة هذا هو الهراء الجنسي الذي أتحدث عنه بأنه من ملامح المذهب الطوسي القذر من ملامح المنهج الأدبي في حوزة النجف وكربلاء كذبوني كذبوني إن كنت كاذبا هذه الحقائق بين أيديكم نذهب إلى فاصل ذكرت لكم ما كتبه إمام عرفاء المذهب الطوسي صدر المتعلهين الملة صدر هذا هو الأستاذ التلاميذ قطعا على المنهج هذا هو أستاذ الأساتذة في المدرسة العرفانية الشيعية الطوسية وهذا وهذا مرجع الجهاد والإجتهاد محمد السعيد الحبوب يمثل المسارة الشعرية في الحوزة النجفية الكربلائية إنني لا أتحدث عن شخصيات مجهولة إنني أتحدث عن قدوة العرفاء صدر المتألهين وعن قدوة المراجع الشعراء محمد السعيد الحبوب فهؤلاء لا يمثلون أنفسهم فقط يمثلون منهجا يمثلون مسارا ومن العرفان والشعر والأدب إلى الفتاوى المرجعية النجفية الكربلائية الشيطانية القذرة إنها سلسلة لها أول وليس لها آخر من فتاوى الشذوذ الجنسي بكل أشكاله ومراتبه لن أطيل الوقوف عندها إذا أردتم الاطلاع على التفاصيل عودوا إلى تلك الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل أو انتظروا إلى ما بعد صفر فإننا سنعيد بث تلك الحلقات التلقيح التلقيح الصناعي من فتاوى الحوزة الطوسي بغض النظر عن الأسماء التلقيح التلقيح الصناعي زنا صناعي بامتياز بامتياز حيث ينتج أولاد الزنا هؤلاء هؤلاء الذين سيكونون أتباع الدجال سيكونون جزءا من مشروع الدجال إنه الدجال بكل مراتبه لقد حدثتكم عن أنواع من الدجال لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت أنا أسألكم أنا أسألكم بحسب فتاوى مراجع النجاف تأخذ البويضة من رحم أم الزوجة وتلقح بمني زوج بنتها في أنابيب المختبر وبعد ذلك تزرع في رحم الزوجة التي هي بنتها حين يولد هذا المولود ما هي علاقته بجدته ما هي علاقته بأمه حينما يخبرونه بأنه قد تكون بهذه الطريقة هل سيكون سعيداً ألا يؤدي ذلك إلى انحرافه خصوصاً حينما يعلم الناس به ويعلم أقرانه بأنه قد ولد بهذه الطريقة الزوج كيف ينظر لهذا الولد هذا نتاج بويضة أم الزوجة التي هي بمثابة أمه هذا نوع من أنواع التلقيح الصناعي أو أن يجلب مني من رجل أجنبي لا علاقة للزوجة به وتأخذ البويضة من رحم الزوجة وتلقح بمني ذلك الرجل الأجنبي المراد من الرجل الأجنبي إنه الرجل الذي يكون محرماً على المرأة لأنها متزوجة لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك رجاءً اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث عن البنك المنوي هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال ثم إنه رائع أن نساعد أشخاص لا يمكنهم الإنجاب حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته تعرفون إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سبحث عن أبي البيولوجي هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية في الخارج يولد ما يزيد عن الألف بفضل هذه الطريقة هذا سيرسل إلى بروكسل وهذا إلى مقدونيا وهذا إلى إسرائيل نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدى القطب الجنوبي في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت في كوبنهاجم ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل ويمكن أيضا سماع صوته لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات نسعى إلى تحسين النسل فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء كما نختار شركاءنا في الحياة وفي فرنسا تتعامل ما يقارب أربعمائة امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية لكنها عملية غير شرعية هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا لا أريد أن أفصل القول فيه لكنني أشير إشارة سريعة إلى ما جاء في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا هو البرنامج الإلهي الذي يكون محيطا وشاملا لعملية الإنجاب وهذا أمر تكويني الآية تقول ومن آياته أن خلق لكم آيات تكوينية عملية خلق تكوين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ماذا يتفرع على هذه الحقائق التكوينية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في هذا الجو تتم عملية الإنجاب هكذا يريد الله التلقيح الصناعي هل يتحقق فيه هذا المعنى المودة والرحمة التي هنا هي التي ستكون جذرا وأساسا لمودة العترة الطاهرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه المودة الواجبة تستند إلى قاعدة أساسية تكوينية هي هذه المودة والرحمة وهو أمر تكويني الذي يريده الله هو هذا أما الذي يريده مراجع النجف وكربلا يهدون أولاد الزنا عبر هذه العملية التي هي من صناعة الإنسان ولا علاقة لها بالمنظومة الإلهية للخلق إنها عملية خلق خارج المسار هذا شذوذ خلقي سيقود إلى شذوذ جنسي الدعاء الذي قرأته قبل قليل هناك منحيس الخلقة ومشاويه الفطرة هؤلاء هم الذي لا يأتي من هذا الطريق فإنه يكون جزءا من مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة ستكون الفطرة مشوهة ولذا لن يستطيع أن ينال مودة العترة الطاهرة لأن مودة العترة الطاهرة تستند إلى هذه القاعدة أئمتنا يأمروننا أن نترحم على أمهاتنا حينما نستشعر مودتهم مودة الأئمة في قلوبنا لماذا لأن أمهاتنا أنجبننا عبر هذه المنظومة أما مراجع النجف وكربلة فيريدون إنجابا بعيدا عن هذه المنظومة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل وجعل بينكم مودة ورحمة نذهب إلى فاصل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 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 ماذا يترتب على ما تقدم من حديث عن الآيات التكوينية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا هو البرنامج وهذا هو النظام وهذا هو السياق الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يتحقق الإنجاب من خلاله أما مراجع النجف وكربلاء بحسب فتاواهم في تحليل التلقيح الصناعي فإنهم يريدون للإنجاب أن يكون في سياق بعيد عن هذا السياق وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة والرحمة هي التي تكون قاعدة وأساسا لمودة العترة الطاهرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة مودة القربة جذرها وأساسها وهذا الذي تتحدث هذه الآية عنه وجعل بينكم مودة ورحمة ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم يأمروننا بالترحم على أمهاتنا حينما نستشعر مودتهم لماذا لأن أمهاتنا قد أنجبننا بحسب هذا السياق ضمن هذا الجو التلقيح الصناعي ينتج أولاد حرام لكن مراجع النجف وكربلاء يصرون على حلية هذا الطريق الضال وهذا الطريق الأعوج المشكلة ليست فيهم المشكلة في مذهبهم المشكلة في منهجهم الاستنباطي المذهب الطوسي ومنهجه الاستنباطي هو الذي يقودهم إلى هذه النتائج الوخيمة الذي يريده الله أن الإنجاب يكون في هذه الأجواء وفي هذا السياق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وماذا تقول الآية في آخرها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون التفكر الصحيح في هذه الآية هو الذي يقود إلى النتيجة التي حدثتكم عنها أما التفكر الضال الذي هو نتاج من المذهب الضال أتحدث عن المذهب الطوسي المشؤوم فإنه يقود إلى النتيجة التي وصل إليها مراجع النجف وكربلا فحللوا التلقيح الصناعي كي ينتجوا لنا أبناء الحرام أبناء الزنا الصناعي الذين سيكونون أتباعا للدجال في برنامجه وحربه ومخططاته التي سيواجه إمام زماننا بها وما هذا بغريب على مؤسسة منافرة بدرجة مئة بالمئة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ومن التلقيح الصناعي إلى فتاوى تغيير الجنس فتاوى تغيير الجنس من نتاج المذهب الطوسي أيضا إذا سنحت فرصة في قادم الأيام سأحدثكم عن هذه الفتاوى وأصحابها ومصادرها بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تطلعوا على فتاوى مراجع المذهب الطوسي يجيزون تغيير الجنس ومن دون سبب هناك من اشترط شروطا في تغيير الجنس وأنا لا أتحدث عن هؤلاء لكنني أتحدث عن المراجع الذين أصدروا فتاوى بتجويز تغيير الجنس أن يغير الرجل جنسه من ذكر إلى أنثى أو أن تغير المرأة جنسها من أنثى إلى ذكر عبر العمليات الجراحية وعبر التدخل الطبي هناك من المراجع الطوسيين من أجاز ذلك من دون سبب لماذا؟ لأن المنهج الاستنباطية يقتضي ذلك لا توجد عندنا روايات تقول بحرمة تغيير الجنس وحينئذ لا يوجد دليل على التحريم إذن هي الإباحة والحلية هذا هو المنهج الاستنباطي الشيطاني الضال آيات القرآن صريحة في أن البشر يشخصون ويعينون في برنامج الخلقة الإلهية إما أن يكون الإنسان ذكرا وإما أن يكون الإنسان أنثى الآيات صريحة وبرنامج إبليس الذي تحدث عنه إبليس بنفسه والأمر واضح في آيات الكتاب الكريم هو يأمر الناس بتغيير خلق الله وهذا موضوع مفصل لا أريد أن أخوض فيه لكنه جزء من الشذوذ الجنسي فمن التلقيح الصناعي الذي ينجب لنا أبناء الحرام إلى تغيير الجنس أن الرجل يغير جنسه إلى أنثى وأن المرأة تغير جنسها إلى ذكر فتاوى عند كبار مراجع الشيعة بجواز هذا الأمر القضية لا تقف عند هذا الحد فإن تفخيذ الرضيعة والتمتع بها أمر جائز عند مراجع المذهب الطوسي ألم أقل لكم إنه مذهب قذرون ألم أقل لكم إنه مذهب وسخون ألم أقل لكم إنه مذهب ناصبي هذه هي النتائج ابتداء من عشق الغلمان كي نصل إلى الله مرورا بعشق الأرداف والأوراك الذكورية مع القسم بقدسيتها عبر أشعار محمد سعيد الحبوب ثم إلى الفتاوى الشيطانية إلى التلقيح الصناعي ومن التلقيح الصناعي إلى جواز تغيير الجنس ومن دون سبب من دون سبب إلى تفخيذ الرضيعة والتمتع بها أن يتمتع بها وأن يتلذذ بها إلى اللواط الصناعي يجوز للمرأة أن تمارس اللواط الصناعية مع زوجها أن تدخل في دبره ما تتمكن من إدخاله وإخراجه هذه فتاوى مراجع وقد عرضت لكم المصادر والتفاصيل لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل هنا ومن اللواط الصناعي إلى العبث بالعورات يجوز يجوز للرجال أن يعبثوا بعورات بعضهم البعض أن يلعبوا بها ويجوز للإناث للنساء أن يعبثن أيضا بعورات بعضهن البعض ماذا تقولون هذه جندرة أو ماذا إنها فتاوى مراجعنا العظام نستغرب بعد ذلك لماذا أن نجف المدينة الأكثر لواطا في العراق نستغرب بعد هذا وحينما يكثر اللواط فإن السحاق يكثر إلى جانبه توأمان حيثما كان اللواط كان السحاق ومنذ أن نشأ اللواط نشأ السحاق معه وحكاية قوم لوط واضحة في هذا الشأن مدينة النجف هي المدينة الأشهر في العراق لواطا والأكثر انتشارا لللواط في العراق هي النجف واللواط في النجف ينتشر في الأوساط الحوزوية والمرجعية بنحو واضح ينتشر ينتشر أكثر من انتشاره في أوساط عامة الشيعة في النجف هذه حقائق لا يتحدث أحد بها أنا أحدثكم ولا أبالي ولا أبالي هي حقائق في العراق يعرفون هذا الشيعة والسنة والأكراد والعرب يعرفون من أن النجف المدينة الأولى في اللواط في العراق هذا هو واقع المذهب الطوسي القذر نذهب إلى فاصل الورقة الخامسة وهي الورقة الأخيرة في هذه الحلقة النساء والجندر في العراق هذا العنوان عنوان الكتاب الذي بين يدي النساء والجندر في العراق بين بناء الأمة والتفتت للدكتور زهراء علي مشروع وعطروحة رسالة دكتورا كتبت باللغة الإنجليزية أساساً فكان هذا الكتاب وسن قاسم هي التي قامت بترجمة هذا الكتاب إلى العربية هذه الطبعة طبعة المركز الأكاديمي للأبحاث زهراء علي عراقية شيعية من مدينة الكاظمية لا أريد أن أتحدث عن كل تفاصيل الكتاب لكنها قامت بدراسة ميدانية سأخرأ بعضاً مما جاء في دراستها الميدانية حينما حددتكم قبل قليل عن واقع المذهب الطوسي وعن قذارته وعن الفتاوى الشيطانية عن فتاوى مراجع النجف وكربلاء الشيطانية الإبليسية النجسة التي حددتكم عنها قبل قليل حددتكم عنها قبل قليل لا حباً بها وإنما أردت أن أذكركم بهذه الحقائق التي فصلت القول فيها بالوثائق والأدلة والحقائق في مجموعة حلقات صولة القمر أردت أن أذكركم بذلك كي تقوموا بعملية مقارنة مع المنظمات النسوية العراقية الجندرية وستجدون أن المنظمات النسوية العراقية الجندرية أنها أكثر عفة وأنها أنظف وأطهر من المرجعية في النجف هذه الحقائق بين أيديكم في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة هناك عنوان يبدأ في الصفحة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة نسويات الناشطات العراقيات مما جاء من كلام مذكور أنني لا أستطيع أن أقرأ كل الموضوع وإنما أأخذ بعضا منه على سبيل المثال ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري زهراء صاحبة الكتاب تتحدث عن الناشطات النسويات العراقيات فتقول ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري التي كانت تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات النسائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2003 وقد مر الكلام عن هذه المنظمات وعن هذه المؤسسات في الحلقات المتقدمة ولما كنا الحديث عن الناشطات النسويات العراقيات ولما كنا حضرنا دورات لتعميم مراعاة المنظور الجندري التي كانت تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات النسائية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2003 فإن نسويات حقوق الإنسان يملن إلى أن يكون لهن فهم توافقي لمفهوم الجندر وغالبا ما يستخدمن التعبير التالي للنساء والرجال حقوق بقدر ما عليهم من واجبات وبالنظر إلى أن نسويات حقوق الإنسان يركزن على المجال العام فإن أكثرهن لا يعبرن عن خطاب جندري يوضح فهمهن لقضايا حقوق النساء والمعايير الجندرية وفي المقابلات التي أجريتها وبينما بقي تعريفهن لحقوق النساء غامضا فضلت نسويات حقوق الإنسان جميعهن استخدام كلمة عدالة أو نصفة بدلا من مساواة ثم تتحدث عن الناشطات الإسلامويات كما تطلق عليهم صفحة 398 وهكذا فإن منظمة حواؤنا منظمة المرأة المسلمة في العراق التابعة للمجلس الأعلى الشيعي العراقي تقدم نشاطات حول الرشاقة والجماليات لعدد كبير من النساء إلى جانب أنشطتها الأخرى من مثل محو الأمية والدروس الخصوصية لطالبات المدارس وتعليم الخياطة واستخدام وسائل الإعلام ودورات التدريب على الكمبيوتر وبحسب تقرير حواؤنا الذي هو اسم هذه المنظمة وبحسب تقرير حواؤنا بين عامي 2004 و2007 كانت أنشطتهن ومحاضراتهن عن الرشاقة والتجميل أهم بكثير من محاضراتهن عن الفقه وكمثال مهم على ذلك يشير تقريرهن إلى أنه بين العامين المذكورين 2004 و2007 قدمنا 24 محاضرة فقهية ل297 امرأة و37 محاضرة عن الرشاقة ل1386 امرأة و98 جلسة في التجميل ل588 امرأة إلى آخر الكلام الإقبال على الرشاقة والتجميل وليس على هذا الفقه المحنط الميت صفحة 400 التقيت من بين الناشطات غير الإسلامويات بنور سين الاسم الأول نور وسين هو الاسم الثاني بنور سين رئيسة معهد المرأة القيادية وهي الناشطة الوحيدة التي التقيت بها واجهت حركة نسوية مسلمة عابرة للقومية لأنها حضرت اجتماعا نظمته الشبكة الدولية المسمات نساء يعشن في ظل القوانين الإسلامية ويمكن وصف نور سين بأنها نسوية حقوق إنسان حقا وتقف آراؤها حول استخدام الحجج الدينية في الدعوة لحقوق النساء في الوسط بين نسويات حقوق الإنسان والنسويات المسلمات إذ تقول أعتقد أن القراءة الجيدة للقرآن القراءة اللي بيها معنى هكذا جاء مكتوبا مو قراءة ذكورية تعتبر ضرورية وتعتبر قراءات النصوص المقدسة جزء من سياق المجتمع هذول اللي يفسرون النصوص الدينية هم مراية لمجتمعهم والطريقة التي تعلموا بها التفكير لذلك أعتقد إحنا لازم نعيد قراءة النصوص المقدسة بحيث تفيد الكرامة الإنسانية وتدعمها أن اقترحت أن تكون شبكة نساء يعشن في ظل القوانين الإسلامية مسؤولة عن مشروع مثل هذا بالعراق حتى نقدر نتعامل ويقراءات جديدة للدين والقانون حتى نقدر نرد على الأصوليين الدينيين والتقليديين ونبني خطاب قوي قدامهم إنني أقرأ كما هو مكتوب يبدو أن زهراء صاحبة هذا الكتاب تنقل نص الكلام من خلال شريط مسجل هذا تفريغ لكلام مسجل يبدو هكذا صفحة أربعمية وأربعة موضوع عنوانه الشخصي سياسي عن الاحترام والأنوثة ماذا يعني أن تكون النساء ناشطات عازبات الاحترام والحكم الأخلاقي هذا الموضوع فيه شيء من الطول سأعجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سيتضح لكم بعد ذلك أن هذه المنظمات الجندرية هي أشرف بكثير بحسب فكرها ومواقفها من مرجعيات الحوزة الطوسية التي تصدر الفتاوى النجسة الضال التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة وأشرت إلى بعضها وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الكلام في الجزء الثاني من عنواننا أوراق من ملف الجندر الكبير أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا